السلام عليكم مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على القناة كيفما كتشوفوا معايا اليوم ما غادي نوجدو حرشة عامرة بالفرماج ومنسمة بزاعة طريقة سهلة نتيجة غادي تعجبكم بزاف إلا جربتوها غا تخليكم مازال ما تفقوش تشدو الحرشة تفقو ديما تعتمدوها وتصيبوها في الطار خليكم معايا باش نشوفوا المقادر نشوفوا الطريقة كملوا الفيديو حتى الأخر خليوا لي جيم وخليوا لي كومنتين وما تنساوش باقطة جو الفيديو مع أصدقاء ديالكم على العائلة ديالكم دابا مبقى ليه إلا نقول لكم شو نشوفوا المقادر ومداو على بركة الله بالنسبة المقادر غادي نحتاجوا ثلاثة الكيسان ديال سميدة رقيقة سميدة رقيقة نحاول نختاروا شي نوعية لتكون بزيانة يعني باش نعطينا نتيجة زوينة غادي نغربلوهم من بعد غادي نزيد كاس ديال الفينو من نسبة الفينو لما كانت متوفوا نقدر نستعملوا ربعات الكيسان ديال سميدة رقيقة نقدروا نستغنوا عليه هنسلطوه مع بعدياتهم غادي نزيد دابا مع القا ديال سنيدة هنسلطوه مع القا صغيرة مع القا ديال الخميرة ونصف مع القا ديال الملح وغا نزيد عليهم خمارة خمارة غا نغرب لها باش ينبقوش هدو كل حبيبات فيها وغادي نخلطو هدو العناصر كاملة مع بعدياتها من بعد ما تخلطو لنا العناصر غادي نزيدو نصف كاس ديال الزيت وغادي ندخلو الزيت في السميدة يعني كيف ما كان قلو غادي نبس بسو هديك سميدة بالسيس نحاولو نخلطوه مزيان حتى ما سبقا لنا حتى حبانا شفا يعني اسم الخالط كامل يفزق لنا بالسيس من بعد ما كان سادي وكيف ما كانت شوفوا معي هيا فزقات لنا كاملة بالسيس غادي نزيد جوشة الكيسان ديال الحليب يعني هم قا نزيد شوية بشوية ونحاول نجمعها يعني كنجمعها بالاصابع ديالي حاولو ان انا منع جنوهاش يعني كجمعو على هات الشكل وخطبا لكم جارية راح نفاش غادي نخليوها ترتاح يعني السميدة را غا تشرب لنا هاداك الحليب كنخطموها بنفس الطريقة كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو انتوما الى لحظة كتبا لكم جارية ولكن كيف ما كلكم غادي نخليوها ترتاح وسميدة غا تشرب لنا هاداك الحليب بعد ما كنخلطوها بالحليب سيسمك لكم ان الحليب خاصو يكون دافي غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح تقريبا واحد خمسطاشر دقيقة وبما شربت لينا سميدة هاداك الحليب بعد ما خليناها ارتاحة وخمرات لينا اللي لاحظو ان اخدو شوية سميدة رقيقة هندي لوحد شوية ديال الزيت هنحاول ندخل هاداك الزيت في سميدة هادا سميدة هي باش غني نرشو يعني انا كندير هاد طريقة باش فاش نكون مطيب ما تحرقش لينا وكتجي منساج ما مع الحرشة كيف ما شفتوا معايا في العنوان شفتوا معايا في اللول ديال فيديو هادا الحرشات انا عمرتهم بالفرماج كيف ما نشوفوا معايا عندي هنا فرماج ماشي جبن دولو نعوضو بفرماج متلاتات ونقدرو نديروهم بلا فرماج يعني نديروهم حرشات عاديين هنا يا غدي نحط الفرماج غدي نزيد عليها وحد شوية ديال الزيتر وغدي نخلطهم ما بعد ديالتهم دب غدي ندوزو السميدة اللي خليناها ارتاحة وبطاعف لنا الحجم ديالها وشربت لنا هاداك الحليب كيف ما كتشوفوا معايا غي كتبقى الوقت رسني على حسب الجو يعني بعد ما سلك الجو بارد ولا الخميرة ما فيهاش مفعول بالزر نخلي واحدة كيبالينا الحجم ديالها انطاعف وانا شربت لنا هاداك الحليب الى لاحظو هنا يا انا دهنت ايدي بالزيت يعني غنعاون بيها باش نهز شوية ديال سميدة يعني قياسيين وحد كوراس يعني اللي بغي يديرها اه حرشة كبيرة ماشي مشكيل ولي بغي يديرها فرديين يعني ليكم الاختيار اللي يسلككم تقدروا تستعملوا الى لاحظو هنا يا بعد ما دهنت ايدي بالزيت واخديت شوية مسميدة هنحاول ندير واحد الحفيرة الوسط وغادي نعمرها بالفرماج على هالطريقة وغادي نحاول نجمع الجناب كنجمعهم وكان نعاون بهديك السميدة اللي انا يبس بسها بالزيت يعني الطريقة دي سميدة ارى طريقة زوينة كيف ما قلت لكم انها ما كتتحركش لينا وما كتبقاش تفرست لينا من الحرشة نعاود معكم الطريقة ديما نعاونه بالزيت هناخد كورا نعاون بالسميدة وغادي الحفيرة في الوسط وغادي نعمر بالفرماج اللي انسمته بالسعتر وغادي نجمع الجناب وغادي نكمل على نفس الطريقة يعني غادي ندير الكورات اللي غادي تزوم لنا المقلع يعني منشكلوش للسميدة كاملة دقة واحدة بعد ما كنصخنو المقلع كيف ما كتشوفو معايا كنجيب واحد الساكل ونرى كيل المول ديال الحرشة اللي عنده غادي نعنو بشوية تزيز باش ما تلسقش لينا غادي نكمل على نفس الطريقة غادي نخليهم حتى نحسهم انهم بدأوا كيشدوا فراسهم ملتح عادا نقلبوهم ونعطوهم ديما حقهم في الطياب باش يطيبوا لينا مزيان ويتحمروا لينا وما يبقوش لينا خضرين بالداخل كيف ما كتليكم انك نحسهم انش الدرس هم ملتح كندهنوهم بشوية ديال الحزيز من الفق وغادي نقلبوهم ديما العافية تكون مهيلة يعني ما تكونش مجهدة بالساف باش ما يتحرقوش لينا كيف ما كتليكم يبقونا من الداخل خاصهم ما زال الطياب انا كنقلبوهم وغادي نكمل على نفس العملية حتى كيتحمروا لينا من جهاز بجوج وكيتبونا على خاطرهم من بعد ما كتب لنا الكيمية اللولى ديال الحرشة كنمشيو نشكلو الكيمية الثانية بنفس الطريقة ديال كيفاش عمرناها بالفرماج وكيفاش طيبناها وهكا الحرشة ديالنا غادي تكون واجدة وغادي نشوفو الشكل نهائي ديالا حرشة ديالنا هم مواجدين كيجيو على هاتشكل كيجيو زوينين بالزاب في المنظر كيجيو محمرين كيف ما كتشوفوا معايا وإلا لحتو حسن طريقة ديال السميدة اللي كليكم كنزيدوا ليها الزيز يعني ما كتجيش هديك سميدة لاصقة في الحرشة ولا كتحرق لنا في المقلة تشكل ديالهم من الداخل كيجي على هاتشكل كيجيو رطبين أنا متأكدة أن الوصفة ديال اليوم غادي تعجبكم إلا جربتوها غا تكون ناجحة مية في المية من أول استعمال إلا تبعتو نفس المراحل تمنى أنني ما نكونش تطوت عليكم أنني قدرت نوصل لكم الشرح بطريقة اللي هي بسيطة دابع مبقى ليا إلا نقول الناس اللي باقي ما شاركوش في القناة شاركو في القناة باش وصلكم ديما كل جديد والناس الجداد اللي نضموا للقناة مرحبا بيكم تمنى أن القناة تكون ديما كتقدم لكم حاجة ليس عجبكم ولي تكون في المستوى وعند حسن الضن ديالكم ودابع مبقى ليا إلا نقول لكم السلامة تلاقوا إن شاء الله في وصفة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة